11 شهر على انفجار أربع قاب، انفجار بيروت، انفجار قلوبنا، ألاف الجرحة، مئات المشردين، مئات الشهداء 11 شهر ولليوم يمكن لسمعنا هيك خبر يشفي غليلنا من هيدا الانفجار معي اليوم بالستوديو ويتنا ضيفنا الديم ويليام نون شقيق الشهيد جو نون لا يخبرنا وين صاره صباح الخير ويليام كيفك؟ الحمد لله مين كيف الوالدة أول شيء؟ نيحة طلعت معنا مرة ايه بسلام عليك كتير كمان كيف صارت؟ يعني الاهل شيء مقبة بيضل معهم من قد ما الناس يقولوا مع الوقت وكاذا الام والباي هالشي بروح معهم كأنه بيكبر هالجرح أكتر بالنهاية هذا ابن ربته من هو طفل يعني كبروته تيروح بلا سبب صح مش بس امي كل الامات يعني ايه اكيد هذا جرح أبدي ويليام اليوم 11 شهر بلك من يومين لسمعنا هيك شيء بس كنا لآخر ثانية عم نقول انه 11 رح يصيروا سنة وما شفنا شيء جد يعني كله تضيع وقت ومت كلين عن نسيين ننسى صح اليوم هيدا الخطوة اللي قام فيها القاضي بيطار كيف شفتوه انتو كلجنة أهالي بل كمتحدين كرمي الانفجار الأرماء 11 شهر لانه بتعرفي كل شيء قطعب للقضاء من قبل اجا أول قاضي صار المشاكل معه ودعوه لا وشاله اجا أجا تاني قاضي لو من الأول في قاضي واحد وكفه يكون هلك نوصلنا لقرار ظني أو اتهامي بس الهلأ بس ما كله مدروس لتعرقل وتفركش بس أكيد نبض الأهالي بعده هو ذاته بالأكس نحن نعلم أساسة التحركات من هلأ الأربع أيب وأربع أيب في تحرك كتير كبير سيكون ببيروت رح نعمل مثل المؤتمر كل الأهالي مع بعض نعلونا عنه ندعي كل ناس تشاركنا بس هلأ هالجمعة دعم للقاضي أكيد من هكنا نحن ننظم اليوم تحرك الساعة ثلاثة دعم للقاضي شو عاملين اليوم ساعة ثلاثة فيه اللقاء مع القاضي هو اللقاء كل جمعة بيصير بس فرق هالجمعة أنه نحن نزن أهالينا وأحباب الشهداء وكذا يدعموا القاضي يقفوا حد ويقولوا نحن معك كفه لأنه نحن منعرف إديش الضغط عليه قوي الضغط كتير قوي هذا بيسألك يعني قدي مش خايفين من الضغوطات اللي راح اللي عم تتمارس عليه طبعا نحن صراحة مش هنخاف بس بظن القاضي هقتوا كمان مش خايفين لأنه نبين القاضي بيطار من كل ملفات السلامة قبل بيكف في الآخر لو قد ما كانت ضغط عليه قوي وخاصة شفنا آخر ملف كان فات مع مستشفيات حتى مع الرهبني وهيك وكفه ووصل لنهاية الملف قصة إلة تنوس مثلا نعم هيك رميل شخص فكيف إذا عم بيقاضي بقضية 214 شهيد وضحية والعاصمة و6000 جريح فبظن القاضي بيطار أقوى من هيك بكتير رح يكف في الآخر ونحن رح نضال حده للآخر لأنه نحن هذا الهدف طبعا الأساس نحن عطول بنقول نحن بدنا العدالة بالأنون وبالقضاء أفضل إلنا من ما نروح بالشارع وبالعنف نعم فمن هيك نحن علما أنه كلكم يعني ويليام أنا استضافت كذا حدا من أهالي الشهداء الكل منه راضي يعني بيقلك بدي أخد حق بإيدي إذا ما أخدنا حق إذا ما أخدنا حقنا بالقضاء نعم نحن بيشرق لنا القاتل بيشرق لنا العنف إذا القضاء مش رح ينصف الشهداء نحن بنية هذا الشيء مش لنا نحن بدنا نعرف نخبر أهلينا كيف ماتوا ولادهم ولاش ماتوا ومين المأثر ومين المتواطئ ومين مرتهن القضاء إذا مش قدر يخبرنا اللي هي وظيفة الأساسية هيدا ساعتا نحن قلنا حق شرعا نعمل البدنية فمن هيك بعدنا بنقول لأ خبرونا شو اللي صار حققوا سرعوا نعرف شو اللي صار إذا في عدالة كاملة الأهلي أكيد يمشوا بالعدالة وخلص بس بتاريخ الجرايم بتاريخ الاختيالات بلبنان بتاريخ التفجيرات بلبنان ولا مرة عرفنا اي بس هي هل ولا مرة كل الشعب يقول ولا مرة عرفنا ولا مرة وصلنا من أول انفجار سالناس يقول لي مش رح نوصل للمحال بس نحن مصرين لا رح نوصل لسبب أنه في كتير وسائق بالملاف يعني هسا في نفاية عمر فهي مش انفجار طلع بشارة فإذا بدل قد بلا ما يطلع أشي بيطلع مين معه المراسل بيطلبهم كلهم بنحبسوا ها واحد غير ما يلاحوا وبعدين انت بالجديد هون بتعرفي أكتر أنه أقوى من القضاء طبعا رياضة بيسة رياض وفراس وكلهم اسم الله فنحن متكلم مش بس على القضاء متكلم على الشعب وعالقالم نحن على الأخير رح نحن على كل الإزائيات كمان ونحن عن جد الصحافة الاسكسائية اللي عندكم من بعد الحلقات منصير أيام نتواصل معهم نسأل منحس عن جد أنه في أمل نوصل إذا هون حكى شي هناك مجبورين يسمعوا ونفس شي بغير إزائيات فنحن عننا أمل كبير ومصرين نوصل إلا إذا في حل ساكرت بوجنا بنروح على العند التحرك اليوم اللي عاملينه ثلاثة بعد الظهر دعما للآضي دعما للآضي بيطار ورفع الحصانات هلأ في إنتحنت دين مجلس النواب نحن نعرف مجلس النواب إدايش هلأ محشور بنرافق يرفعوا الحصانات عن النواب اللي هني عندهم في نائب المحمين بعتقد أول ما توصل المراسل اللي عندهم من خلال الجمعة بتكون طالعة من عندهم هيدا بعد خدنا من النقيب رفع حصانات والكل اللي يروح عند الآضي ومن بعدها نعبش اللي بيصير بتتخيلوا تنطال الروس الكبيرة ولا يعني أكيد في ناس نحن مش هدفنا يكون مثلا شخص من عين وبنين طال نحن هدفنا نعرف إلا طبعا بس أصدي أنا أنه بشك أنه الراس لأنه كلهم كانوا يعلمون هلأ أكيد هلأ زنطال مثلا واحد تحته بيكون مثل أو حدا بيضحي بيحدا بتعرف أنت السياسية أكيد أكيد لكبار رح يضحه باللي تحتهم فنحن إذا ضحه باللي تحت مكارفين هو الهدف الأساس ساعتا نحن نحق نتصرف معه اللي بدنا إلا منحكي من الأول نخلي القضاء يكون عادل وعن جد قوي تنوصل لنتيجة محقق لكل اللي صار ولأ إلا مش لازم تنسى اللي صار ببيروت لأنه ممكن ينعاد ما رح ينسى ما رح ينسى أصلا شي ما بين يعني أنا بعدني اليوم أنا وقاطعة أنا بنزل خمس مرات تقريبا بالجمعة وكل مرة بقطعة من حد المرفق بتطلق أنه شو هالشي نفس الأحساس يعني لا ما بتخير ورح يضع المرفق هيك تيكون خلص تحيق أكيد لأنه هلأ نسمع كتير عن مبادرات روسية والمانيب وكذا بس نحن كأهالي كما وقفنا واضح أنه ممنوعين ليه؟ لأنه إذا هو المرفق هيك والناس بلشت شوية هيك تتعود بس ما قردي شو بقوله دقوا إيديون وخربوا بس كيف إذا تزبط رجع كل شي ميشي كل ناس بتنسى اللي صار بتنسى الشهد بتقولك خلص كفاين أو الحياة بتتكفى وكل واحد بتزيح عن ظهره بيتناسى أو بينسى ما بعرف من هيك نحن بدنا الناس تضل ذاكرة تضل وقف حدنا وهنا عن جد وقفين حدنا الناس أكيد لا طبعا أكيد تيكفوا معنا لآخر القضية بس نعرف شو اللي يصار من بعدها ياخدوا المرفق ياخدوا البدنيا نحن مش هيد للهدف طبعا وليام شو التحركات اللي رح تعملوها من هلأ لأربعة بغير اليوم يعني شو قلت لي هلأ هون في زيارات أسبوعية بتصير عند الآضي وزيارات غير في تحركات حتصير بالشارع أكتر شي يعني هلأ جمعة في تقريبا ثلاثة وأربعة بس كانت تنظيم نحن كأهالي كان فيه مبارح على الساعة خمسة واليوم على الساعة ثلاثة وفي كل يوم كل يوم شي خاصا أمام العدلي هلأ الساعة داشة في كمان تحرك القصمة من السوار دعمين للآضي بيطار والآضي بيعرف أنه كل الشعب رح يوقف حده لأنه عن جد نظرين حدا مثله يجي شي مره يقف ضد السياسيين الكبار وهو عنده الجرأة وبظن عنده القوة والآضي بيطار أن السياسيين اللي برح بيتعشوا مع سياسيين ولا بيقبلوا سافرات ودعوات وبسكروا خطهم بسيط له بقرار هناك نحن متكلين عليه وإننا حق نتكل عليه الله كبير أكل حال يعني ما بتخيل دمها الشهداء ودموعها الأميات وقهرنا كلنا يروح هيك سودان عنا شهر بعد لذكرى السنة لهيدا شو بتتوقع بهذا بأربعة أب يعني نكون عرفنا شي تكونوا أنا بتوقع أول شي بأربعة أب تمنى وبتمنى الشعب كمان يوقف حدنا في الموضوع أنه في تحرك مطلب الشعبي رح يكون بأربعة أب تحد كلنا ننزل الأهلان بنظمه بتمنى لكل يكون والشعار معروف هي العدالة لأكتر والأقل بنتمنى يكون صار فيه مبينة أشياء جديدة يكون عم نعرف الأسامة أكتر وأكتر مش يطلع اتهام شمال أو يمين هذا واش بيته القضاء يخبرنا من المتهمين المزبوطين لأنه نحن إلنا حق إنسان ملكل تلك اللي يثبت أنه بريء نعم بالضبط هذا اللي رح يصير فنحن يعني إيماننا هو ذاته وصلابتنا هي ذاته مكفين للآخر مثل ما قلنا من أول حلقة معك هون وزيرات عند القاضي وتحركات بالشارع ودعم بس في شغلة في قصة الحصانات اللي رح يرفض يروح على التحقيق واللي مش هترافع عن الحصانات رح يصير في علامة استفهم أكبر لا رح يصير في تحرك ببيته يعني بيكون هو دعينا نجل عنده على البيت ونحن غضبنا بيكون هم يفجروا فيه لأنه هو بيكون عم يرفض لو أدمع اللي مائمه في كتير عندهم حراسات وآمن وكذا نحن بنعرف بس نحن بلعنا شي نخسر بقى خلص خسرنا كل شي نحن مثلا خسرين عيالنا ومستقبلنا وبلدنا خلص فكل حدا رح يرفض أو يتكاسي رح على التحقيق بظن اللي نحق نروح على بيته أو نتعرض لحده من وبلده أو حال لشي هذا بيكون هو شرع لنا إذا رح على التحقيق ساعتها العدالة بتاخد مجرها تكون هاي عا حلو علينا نتمنى عن جد العدالة تاخد مجرها منعا لأي عنف لأنه ما بقى يحمول ولا نحن مستغنيين عنكم ولا عن نحن هلا من الحكيم الأول إنه نحن منزيح عن هالطريقة العدالة تمشي بس في حال ما مشيت نكون متطريئين إن شاء الله يا رب يعني تمشي التحقيق لمرة بلبنان ونوصل لشي شكوكو بها البلد كله الكل عنده شك أنا مثلا من النوع البي بالبات كل يوم بيجي بقول له هاك هاك صار بقول لي لا مش هحنوصل أنا بقول له مبله بنا نوصل وبظن أكتر عيال هاك إنه البيات اللي ميت في الدين الأمل هم يعرفوا إيه على البلد أكتر تاريخ الكل شي صار جرائم بس نحن علينا نجرب ونغير يعني إذا كل اللي صار واللي راحه مش هيتغير شي بالبلد بيكون حرار راحه على الفاضي أو على الأقل تكونوا أنتوا عملتوا واجباتكم للأخير تتلاحقوا تعرفوا الحقيقة وليام بتشكر حضورك لهون عزبناك بس حضورك قيم وصير جزء من برنامجي أنا أتليست كل تنين لأنه بحب حضورك وبحب هيك نتطمن لأن أكد لكم للمرة المليون أنه نحن حتكون أكيد لا يوجد شك فيه أبدا شكرا 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 شكرا